السلام عليكم ورحمة الله كيف ديري لبس عليكم اتمنىكم يا ربي دائما تكونوا بخير وعلى خير وما ينقصكم خير ان شاء الله سنشوفوا مع بعضياتنا جدول اسبوع كامل اقتراحات سهلة و بسيطة على قد يدو على قد يجيب تلخوا فيها اختيارات ان شاء الله متنوعة اللي تفيدكم في الوجبات ديالكم سواء الغداء او لا اللاجع دائما اخواتي كامغين تقسم معاكم دكشي اللي كندير انا في الدويرة ديالي كل شي سهل و بسيط وعلى قد يد وعلى قد يجيب سنشوفوا مع بعضياتنا تاجين ديال بلح البحر او البوزروق اللي كيجي اكتر من رائع سنرفقوه ان شاء الله بسلطة ديال البطاطا وعاصر اقتصادي منعش كيجي غزال ديال هاد لوقيته هادي عاصر طبيعي سنشوفوا مع بعضياتنا كويرات ديال البطاطا اللي كيجي وغزالين زوين بزاف يكونوا اقتراح احتلوا ليداتها كتعطيهم لهم يديهم معاهم المدرسة وغادي نشوفوا مع بعضياتنا طريق تحضير الخبز بدقيق القمح الكامل بدون اي اضافات كيجي بحلس فنج ما كان دلكوه شبزاف ما كان عطيه ما فيه لتمراء لعداب ونوجده كمية كبيرة سواء من الخبز او لا من المسمن يعني كتحضير مسبق عفوا خليكم معي اخواتي من لولتا الاخير وما تنسونيش فضلا من تشجيعات ديالكم الله يجازيكم بخير من بابي التشجيع والتحفيز نبدو على بركتي الله باول حاجة اولا باول خطوة كنبدأ بها انا اليوم ديالي هي العجينة اولا هو العجين هنا عندي دقيق القمح الكامل اولا فارينا اللي بنخال ديالها درتها في بانيو اولا في قصرية اولا في العجانة انا دائما كتجيني ساهلة انني نعجن في بانيو او بحال هكا بالنسبة لدقيق القمح الكامل اخواتي بالنسبة لمبتدئات رهما كي ياخدش مننا لمجهود لدليك لوالو ساهل يكفي اننا غير نجمعه الدقيق ديالنا بطبيعة الحال راني دايرة الخميرة كنديرها في الوسط والمليحة كنديرها على جنب باش هكا يعني ما تحبش ليتتفاعل ديال الخميرة دائما كنبعد الملحة على الخميرة وما كنديرش السكر بدون اي ادافات اخواتي هنا دقيق القمح الكامل بحديته بنخال دياله ونصيحة اخرى الماء ما يكونش مفوت في السخونية يعني يكون يالله كيف كان نقوله غير كي يحيد منه البرودة لانا دقيق القمح سخون ويلدرنا ليه الماء اللي كي يكون سخون شوية او لمفوت العجينة ديالنا كتجي كتلتسق في اليدين او كتغلبنا العجينة ما تكونش قصحة وما تكونش خفيفة بزف هنا راني كان بقى نضيف الماء شوية بشوية وكيف كتشوفوا معايا غير غادي نحاول انني نجمعها ما كان شي محسن من خبيز ديال الدر بالقمح كان اكد عليها كان بقى رشة وعركة غير في البانيو اللي كيف قلت كي جيني ساهل كيف كتشوفوا معايا كيف قلت يا اما كتكون فارينا البلدية اللي مطحونا على اليدين اما كيكون القمح بنفس طريقة ما تخفوش بزف وفي نفس الوقت ما يكونش قاسح سوف نغطيه بلاستيك غذائي سوف نرجعه هنا يالبانيو ونغطيه ونخليه حتى يختامر تقريبا اربع ساعة او 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 اربع ساعة او 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 اربعين دقيقة فهاد الوقت نوجد البطيطة اللي غادي نحتاجها ان شاء الله السلطة خديت كمياء ديال البطاطا قطعتها مكعبات ليه مياه صغاري في هاد القياس هاد البطاطا غادي يتبقى على حسب افراد الاسرة والكمياء اللي بغيتو كاتجيز بينا بزاف هاد الاشلي هاد خديت كاسرول وفرغت فيها هاد البطيطة من بعد غادي نضيف لها كمياء ديال المال غادي يتسلق فيها ما تخليوها شتفوت بزاف في الطياب مع ارشيشة ديال الملحة وممكن ديرو حتى واحد ضريس ديال التوما اللي كتديروه كيف كنقولو ايك خازي تبركو عليه فوق من هاكا بالدهر ديال المعي القاولة بالدهير ديال الكاس وكتخليوها تسلق في هاد الوقي ترجعت بسرعة شوفوا معي العجينة ديالنا لانا القمح غادي نعاود ناكد اخواتي انه كل ما منيك يخمر كيف كنقولوك يزيد تطلق صافي صافي هنا يا النخالة ديال الغليضة اللي كتكون عندنا بغيت نتخسم معكم هاد الفكرة النخالة اللي كتكون عندنا غليضة اللي ما كي وضفوهاش الناس يعني كي خرجوها هادي كشكنديليا كندوزها في اندو تخوها او يعني في الطحانة باش كتوليليا بحل نقولو سميد رقيقة يعني راع عندي الطحان كامل باننخالة ولكن ديك النخالة الغليضة اللي كتخلصوا منها ااآ اهه اه 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 كنعاود نتحنها هي اهه اه ash هنه EST نقرس فيها الخبيزات ديولي عندي زلافة او لبينيو كيكون فيه شوية ديال الما وهنا يا عندي هاد سمايد او لنخالة او لكل واحد وش كيسميها شوفوا معي دائما كنديري الدية في شوية ديال الما باش هكا كيتبت لي فيه اي حاجة بغينا نكوروها فيه وفي نحصل الوقت كيف كان نخدمه الحريشات اللي كان بدنا نكور وكان نكوروهم عفوا وكان نديرهم في الكوك او في سميدة الغليدة نقول لكم كنديرو ادينا في الماء احتى هالطريقة كتعطينا واحد اللون اللي هو محمر وزوين الخبيزات ديالنا بدون اي اضافات او لا اي محسينات شوفوا معي ما شاء الله غاد ينقرسوه في النخالة نيت او لا ممكن يكونوا استمايد او لا ممكن يبقى لكم الاختيار طريقتي اتقاسمتها معاكم دل ثلاثة الخبيزات اللي غادي نتقاسم معاكم دابا وكم نقرسهم كل شي كيعرف اوجد الخبز دياله بين قوسين المبتدئات ونو نشارك معاكم طريقتي احتهي وغادي نشوفوا معي نتيجة ديال هاد الخبيزات هادو شي حاجة اللي زوينة زوينة بزف وفي طبيعة الحال صحيين سوف نخليهم يخمروا وكن اكد ما يفوتوش في الخميرة ربصوها كيوجدو وفي هاد الوقيته سوف نصبو الغذيوة ديالنا اللي غادي تكون ان شاء الله كيف قلت بلح البحر او لا ابو زروق عندي هنا مطيشة هذه مطحنها ومجدها عندي في المجمد سوف نضيف لها شوية ديال او لوريقة ديال سيدناموسا او لرند ودريسات ديال تومة ممكن تحكوا واحد الحبة او جوج كبار ديال مطيشة تكون طيبة دريسات ديال تومة ما بين ثلاثة احت الاربع ديال سنينات عفوا ديال تومة ان شاء الله سوف يكون في هاد الوقيته عندي هنا تحميره عندي شوية ديال سكين جبير شوية ديال خرقوم وعندنا شوية ديال كامون شوية ديال كامون شوية ديال سودانية او لشطة وشوية ديال القصبر يابس والمليحة اردوا البال مع الملح لانه هو يكون مالح مالحة انا غدي نخلي احتل من بعد لانانانان عندي اللي ما كي اخدش الملح في الدار اذا كش عاله غدي نخلي احتل من بعد عاد غدي نطوق هنه غدي ندير شوية ديال زيت البلدية وممكن يكون مازيج ما بين زيت البلدية وزيت رومية صار في ادرت هاد التنجرة فوق من البوطة ونقليه في ديال المطيشة مع تومة مع وريقة ديال سيدنا موسى مع العطرية هنرني ازت شوية ديال السودانية او الشطاء او لما بنش فاشكنت كان دير في العطرية وعندنا واحد المعلقة ديال مركز الطماطم ضروري ان هاد المطيشة توقف مزيان ضفت شوية ديال الربيع يعني القصبر ومعد نوس ويكون نيت بزايد ويكون طريق يكون احسن وكن اكد على بوزروك يكون طريق يعني يكون جديد ويكون موخود او لمشري من مصدر موطوق ويكون مغسول ومنظف بالطريقة الصحيحة نغسله اكتر من مرة ويكون منقي بطبيعة الحال وفي اخر الغسلة الاخيرة نديروا واحد الكمية ديال الملح في الماء ماء مملح باش هكما نحيدوش منه جهد ديال البحر كيف نقول هذا الشيء لاش مدرش المليحة من الول هذا هو بوزروك في بداية القناة ديالي تقسمت معكم الطريقة ديال الغسيل دياله يعني كيفاش نغسله من الول تا الاخير يعني اللي بغت ان شاء الله الوصفة نخلي الرابط اولا يكفي ان تكتب بوزروك شهوة سليمة وغد يطلع لها الوصفة بالنسبة الاخوات لعدل تحقب القناة المهم كيف قلت لكم هادي الغديوه ديال هاد النهار اولا ديال في الاسبوع اني تقسمتها معكم انضفت شوية ديال الربيع بل يخاصني شوية ديال القصبر مع دنوس يعني كي يجي مشرمل اربع كاس ديال الماء فقط لانه ما كي ياخدش واحد الوقت كبير في الطياب وكي يطلق لي ناء الماء غادي نحركوا بهذا الطريقة باش يتلبس لي بذيك السلسة او بذيك السوس غير غادي نقلبه غير واحد شوية نخليه يطلق الماء وعاد غادي نبدأ نقلب فيه كيف غادي نشوفه معايا حاجة واحدة اللي نأكد لكم عليها ولانه اللي نوصيكم عليها انكم تكتروا شوية ديال كيف كنقولو شوية ديال زويته زويته بلدية كي يبغي يكون مية الدم باش مكي يجيش مية من قلد الوصفات ومن شوية اللي كيعجبوني بزاف وكنفرح فاش كنلقاه جديد هو هاد بوزروك يعني هادي هي الطريقة باش تقلبو غير هكا باش كله كتوصلو ديك العطرية وفي نفس الوقت ما غادنش نهرسوه او لكيف كنقولو غادي نندقدقوه صافي قدي نسد الطنجرة ديال ديالي دابا يعني غادي نسد الكوكت عشرة دقيق كي يكون واجد باش نوجدو شوية ديالنا البطيطة سلقتها وشوية نحتاجو فيها عندي مطيشة اللي كتكون طيبة نحيد لها الزريعة جوج حبات ديال مطيشة او لحبة وحدة غادي تبقى على حساب الكيمياء اللي بغيت انتم ديال هاد شليضة كتجيمون نايشة وزوينة بزاف حبة وحدة ديال البصل او لحبة ديال البصلة غادي نقطعها مكعبع تحتها هي صغورة كنديله هالطريقة نقطعها ونقسم على جوج باش كتجيني مربعات اللي في القياس عندنا شوية ديال الاربع خلط ما بين قصبر ومعد نوس يكون وطريين يكون احسن يعني حسن من المجمد كيجو فيها زوينين يعني هاد شليدة كتجي محمضة ديال البطاطة انا كندير المونتاج كيجو الفيديو وكيني نوليدات كيلعبوه في واحد الساحة يعني وخسر جمس دود كيتسمع الصوت ديالهم ماشي مشكل المهمها الربيع او لا القصبر انا ما عرفتوش كيتسمع ليكم حتى نتمحد انا كندير واحد المجهود دابا وكين نحاول انه ميتسمعش الصوت لكن ماليش هنا هي البطيطة اقلبتها في هذا البانيو او لف هاد البيريكس وضفت لي هاد الميتش وغادي نضيفوا البطيطة يعرفوا ان القصبر هدي نخلي واحد شوي نضيفه في الاخير حتى غادي نشوف كاتجي لدي هاد شليدة هادي البطاطة مع البصيلة وغادي نضيفوا زيتون مقطع ممكن تاخدوا واحد الحبة ديال الكورنيشون تحكوها تهي عندي زويتة بلدية مع شوية ديال زيت الرومية شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار باش غادي نصيبو واحد سوس فينيغريت ندروا مزيج ما بين زيت البلدية وزيت الرومية وعندنا يا اما الحمط يا اما الخل باش غادي نضيفه ولي بغا تزيد واحد المعلقة ديال الموته او نضيفه ولي بغا تزيد واحد المعلقة ديال المايونيز تزيدها وممكن انكم تضيفوا واحد العلبة ديال الطون يعني لا ما كنتوش ديروا بماء نديروا أنى يلحوت يعني فالغداه ما غاديش نضير علبة ديال الطون حتى مع هاد البطيطة غير هكا كاتجيز وينة مع هادك البصيلة سوف نأخذ طبيصاتي و نستفهد شليدة وبسحرحان شليدة سهلة وبسيطف متناول جميع الأخوات اللي كي بغيو جدوى الأسبوع الوصفات أو للإقتراحات اللي كي حيرو إن شاء الله القناة فيها مجموعة ديال الوصفات ندوز نشوفو العصير المرافق اللي غادي يكون نخيزو كنناخد كمية ديال جزر طري يعني ما مسلوق ما ولو وغادي ننقشرو نحيد لها داك اللوب اللي كيكون في الداخل وضفت لي واحد جوج حبات ديال الخوخ أو للشهدية اللي كان عندكم هاد الوقيت تراها موجود فيها الخوخ والشهدية خديت لها شواخ هي اللي غادي نطحن فيها بغيتو اطحنو في في الكس ديال الخلاط الكهربائي ممكن هنا قد ندرو بحلي لكيف نقولو خيزو بالليمون محكوك يعني كنبغي لها شواخ كتعطيني واحد اه شكل اللي هو زوين العصير وكي بقى لكم الاختيار خيزو للخوخ كان عندي طيب كنحاول ان ننحيذوك جنيبات اللي كيكونو فيه هنا يا شفتم معي الكمية مشاء الله درت ديال الخيزو تقريبا اربعة ديال الخيزوية او لخمسة عندي عصير البرتوقال طبيعي جوج معي القاعد ديال السكر وكنت الحنو في البداية مشي بوحد الكمية كبيرة ديال العصير لانه ليس مسلوق موالو بحل يدوزناه في ذلك الحكاكات راكم عارفين الجهد لا شهد الله ما بقاش عندنا شوية الجهد باش نحك الممكن قد يحتب هاد الالت هادوره هم كين ينفعوا بغيتو تزيدوا واحد الحبات يلتفاع كدوزو اتهيه هاد زيت واحد الكمية ديال العصير اللي غادي تعطيني كمية كبيرة بقولي واحد الحبات ديال الفريز في المجمد خليتهم حتى تطلقوا ما تطحنوش في البلاسة راوقعت ليها اهنية رميت الحبات ديال الفريز واحد المرة وهو ما يطيروا ليه كل شي طار المهم خليهم احتكت تطلقوا وطحنو العصير ديالكم نزيدوا كمية ديال ما تضوقوا ها هو العصير ديالنا واجدوا كيخرج لنا كمية كبيرة وانا منعشاق العصير ديال خيزو اولا ديال جازر كيجيل ديد مع البرتوقال صدقوني رائع وبتبعت الحال كيخرج لدينا واحد الكيمية اللي هي كبيرة الخبيزة ديالنا بعد ما طابوا هذا هو الشكل نهائي ديالهم كيجيوا على هاد الشكل كيجيوا خفافين ومسفجين بالنسبة للاخوات اللي ما كيستقش لهم الخبز ديال القمح ما عليكم إلا تبعوا هاد النصائح يعني ما تديروش الماء سخون بزايد يعني ما يكونش مفوت وفي نفس الوقت ما تخليوش يفوت تاني حتى في الخميرة اللي عندها فرن يلضو معليها إلا ما توجدش مثلا واحد ثمانية ولا ستة الخبزات لانما كيجي فين طيب اللولحة كتلقاهم ولا الثانية ولا الثالثة كيزيدي خمر ديرو غير القياس ويجيكم هاد هي النتيجة ديالو نتمنى نكون وصلت لكم المعلومة كيجي بحل شهدة صدقوني اخواتاتي كيجي رائع اغزال وبصحة والراحة الغذيوة ديالنا بعد ما طابت هي هاد هي كنخلي واحدة كتشرم مزيئان يعني باش هكا كيجي مشرب كتديرو مزيودات ديال الفلفل حارة اللي كيبغي الحار كيتواتها معاها بشكل كبير وممكن ديرو واحد الحبات ديال زويتينات او لك تزينو بهم وبصحة والراحة كيف قيت ليكم ونعاود ناكد اخواتاتي من قلد الوصفات والاطباق اللي كتعجبني هي هادي ديال يعني بوزروك زيتون زينت بهم زيودة ديال فلفل حارة اللي تخسمت معاكم اكتر من مرة كنصايبهم كيبقوا اكتر من سنة اخواتاتي كننأكد ونعاود طريقة ديال تحضير المزيودة ديال فلفل حارة اول الحمض المصير اللي كينا في القناة اراهم ناجحين وهذه القراءات هانا محتفظة بهم اكتر من سنة اخواتاتي وبصحة والراحة اللهم اديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب انتوزوا نشوفوا مع بعطيتنا البطاطا او الكويرة ديال البطاطا اللي ممكن انكم تحتفظوا بهم يعني حتى هم يقف المجمد موجودين ولوقت اللي بغيتهم كتبتوا الخياص وتوجدهم الوليدات ديالكم هات جوج دوائر دوائر اللي حيت عجبتني وقلت حييت غنحط هادو على جنب حتى نديلهم شوية ديال الكامون وشكون بحالي كاتبغي البطاطا بشوية ديال كامون السودانية وديرهم واحد لخوية ديال زويتها ونتاكلها انا مني بديت كان قطع قلت غنحييت هاد جوج دوائر وخليها في المونتاج ماشي مشكلة اللي بحالي كتبغي البطاطا بالكامون تخليها ليفتع لقات خواتاتي الكمية المتبقية غادينا معصاها بهذا الطريقة هادي اولا بهذا كنسميوها المعاسة يعني غادينا معصو بها البطاطا خاصني معكها مزيان طبعا الحال ما تديرش الخيط وفي نفس الوقت تكون كلها امام عكا بل يا هاد تبصيل ما غاديش يقضي الغراض وعاود تقلبت هنا يا فهدا لقينا هدا باش يكون واسع واعطيني الطوع انني نخدم فيه وانا مرتاحة تقريبا ندرت واحد ربعا ديال لحبات ديال البطاطا الحجم ديالهم كبير تقريبا رشيت شوية ديال الملحة والبطاطا راني سلقها بالملح ضروري انكم تسلقوا البطاطا ديالكم بالملح اضفت شوية ديال ابزر شوية ديال ثوم بودرة يعني نسمت هاد البطاطا تكون احتهي ايا منسمع بالتوم بودرة وبشوية ديال ابزر غادي ناخد شوية ديال الزعتر غادي نحكو بني ديال حتى هو غادي نسم به هاد الكويرات هادو ديال البطاطا و غادي نضيف واحد جوج معلق كبار ديال انشاء او لا ديال ميزينة هنا عودت معك باش نتأكد بانا راكل شي جانس مع بعضيتو جوج معلق ديال ميزينة او لا ديال انشاء بخلتش لجول العجين و هم يجب علينا هاد البطاطا مزيان و ما يجعلوهاش انها تحلنا و احنا كان طيبها هنا غادي نخدم جيدłos عدنا و تحسن كيف نقول و نحسو ب الكتافة ديال عغنا اللي هو في الدينه او لا الخالطة ديالنا غادي نحصلو على عجينا بحل بحل البطاطا ما يتكون في الدينه خصوصا وانا كان معك فيها دابة ويسخونة حسيت بها بحل العجين ديال لابتاشو في الدية متماسك وكيجيزبين في الخدمة ما كتلتسق في اليدين موالو كان حصلو على واحد الكورة متماسكة هنا بديت كنشكلها كويرات وصلت يدية وبديت كنشكل كويرات عندي هنا يا جبن او الفرومج قطعتو مربعات وبديت كندير كل كورة كنديرها في الراحة ديال يد ديالي كندير فيها حفيرة وكندير واحدة طريف ديال فرمج وكان عاود نسد عليها وكان نشكل كويرات كل شي واضح في الفيديو كنشكله كويرات كيف قلت لكم خواتاتي اللي عندها الوليدات كيمشيون مندرسة وكتبغيت توجد لهم حل هاد الاقتراحات هادو ديال تحضير مسبق حتى هادو تكون من بيه الاختراحات او لا الافكار اللي تخدموا بهم ان شاء الله الوليدات ديالكم هناك نحاول ان قد باش يجيوني الكويرات كلهم في قياس واحد الفرمج اي نوع ديال الفرمج يا اما موزاريلا او الفرمج الاحمر او لك يكون واحد النوع اللي هو مزيج ما بين الفرمج الاحمر وما بين الموزاريلا ندروا الطريفات في الداخل صفي وغادي نحتفظ بهم غادي نغطيهم بلاستيك غدائي ونحتفظ بهم ان شاء الله في المجمد يعني كل ما خليناهم حتى بردوا مزيان يعني يقصاحوا مزيان هذه هي الخطوة اللي كتعطيكم نتيجة زوينة في هاد الكويرات هادو عندي هنا ايا البيض جوج حبات ديال البيض او اللي كتبقى على حسب الكمية اللي عندكم تماء ديال البطاطا عندي هنا لشابلوخ او للخمز المحمص ندير ديالك الكويرات من المجمد في البيض ومن بعد في لشابلوخ يعني لكتعندكم واحد كمية كبيرة خرجوا كمية اللي غادي نتغلبوا عليها ديال البطاطا باش هكلا ما كيف كنقولو ما يدوبوش او لما يتلقووش وكنديروهم بحال هكا في هاد فلا شابلوخ وكنحيد الفائد ديال الخبز نحاولو انا ننسقطرهم زيان ديال من البيض من الفائد يالبيض ونديروهم في لشابلوخ عندي هنا يا لشابلوخ او لا الخبز المحمص اللي هو يا من السم واللي عندكم قضيو به يعني ماشي بالضرورة هاد البلاطو دابا اللي وجيت غادي نديرو في المجمد حتى غادي نبدا نبغي ناخدوهم يعني كيتخادوا سخانين بما ان فيهم الفروماج او اللي فيهم الجبن اللي كيجي سايح فيهم في الداخل حتى غادي نبغيهم عاد غادي نبدا ننهز القياس اللي بغيت وغادي ننطيب هاد الكويرات هادو ديال البطاطا يعني اما كنزينو بهم يعني الاطباق ديالنا او كنزينوهم مع صلطة لوليدات ديالنا انا عندهم بزاف ديال الاستعمالات يعني كنوضفهم بزاف ديال الحويجات غير مع شليدة مع صلطة كيبغيو لوليدات الاسوس كيجيوزوينين خديت هنا يا حمام زيت يعني واحد الكاسرول صار فيوك نبدا من المجمد المقلى باش ما كيطرقوش لنا وما كيخرش منهم الفروماج وكيبقاو متماسكين انا هنا دلو لي واحد البويقات صغير ورين ديال الفروماج ماشي مشكل جازة شكل ديالهم جازوين لكن الدادين لان البطاطا من السماء بالزغطر يعني مبتون بودرة جات لديدة مع الفروماج وهذا الشي اللي كيبغيو لوليدات وبصحة والراحة هذا هو الشكل نهائي ديالهم قدمتهم مع زويتينات وبصحتكم وراحتكم وهنا يا اخواتي بغيت نتقسم معكم هذا المقطع هذا انا دائما خبزي بالقمح او لب فارينا غسلت فارينا كتحضير يعني صافي دابك نبغيو نوجدوش يحويجات اللي نبغيو ان شاء الله يكونوا صافي سالة العطلة سالة كل شي كل هذا سيخدم الخدمة هذا المعقول اغسلت شوية ديال القمح ودرته في السطح حتى يتشمش مزيان هو اللي وجدت منه هذا العجينة او هذا الخبيز اللي تقسمت معكم دابا يعني باش نشجعكم انكم يلا اخواتاتي شمروا صيبوا خبيز ديال الدر صيبوا كمياء بزايدة ديال المسي مناتها و مياه ديال الدر شوفوا معي دقيق القمح الكامل تقسمت معكم اكثر من مرة في القناة كي يجي والداء دين خواتاتي وبصحة و الرحة شوفوا معي المسمن ديال القمح اللي بغت الوصفة نخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندق الوصف باش ميجي ايش هكي الفيديو اطويل كنتمنى خواتاتي هاد الافكار اللي في هاد الفيديو كونوا فادوكم و نفعوكم ما تنسونيش فضلا من شجاعات ديالكم والله يجازيكم بخير من بابي التشجيع والتحفيز و لكم الاجر كيف نقول دائما شوفوا معي المسمن خاوي منتخل الخبيز ديال الدرراني وريتو لكم كيف داير وهنا هاد المقطع بوحديتو لانني عجنت فيه واحد الخبيز كمية بزايد و المسي مناتها هماية كمية بزايد سوف نحتفظ بهم ان شاء الله في المجمد الوقت اللي بغيت شي حاجة نجبدها خليتلكم الراحة و لهنا في امان الله بصحة و راحة